هلأ مشاهدينا مع الحماس ومع فقرة إكستراتايم مع زميلي زين يلي حيعرفنا بآخر الأخبار الرياضية السورية المحلية والعالمية أهلا زين أهلا كيفكم يعطيكم ألف عافية عافية ألبك يعني أنا بعرف أنك كثير محضر أخبار اليوم وحق إلا قصة لفاطمة أنه قاعدين بالنيوز روم فهو عم يشتغل زين على إكستراتايم أنا صراحة حصرت حاول أنه أعرف منه أخبار أكتر وإسأل عن قصص بالرياضة وضحكتوا كثير على شوية تفاصيل ما بعرفها يعني هي العلاقة بالمبتدئين بس كثير حلو أنه جد اليوم في أخبار حلوة وأنا بلشت أطور بالرياضة أكيد سيبه اليوم في كثير أخبار مهمة محلية وعالمية وأكيد يسعى دوات متابعي قناة العالم سوريا ودامسكو البداية مع أخبار فرقنا المحلية جبلة يحقق فوزها ببطولة كأس الاتحاد الآسيوية على الأنصار اللبناني بهدف وحيد سجلوا اللاعب حسين جوية بالثواني الأخيرة من عمر المباراة يذكر أن المباراة الأولى لجبلة انتهت بخسارته أمام السيب العماني بهدف نظيف أما تشرين للأسف يتلقى خسارته الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي هذا الموسم أمام رفاع البحريني بهدفين دون رد وتشرين قد خسر بنسبة كبيرة بطاقة التأهل إلى الدور القادم يذكر أن مباراة تشرين الأولى انتهت بالتعادل بدون أهداف أمام هلال القدس الفلسطيني ومن انتهى الأخبار المحلية بكرة السلة الكرامي وعادل الوحدة بنتيجة مباراة لكل فريق وينتصر عليه بتاني مباريات دور نصف النهائي للدور السوري لكرة السلة ويتأجل حسم بطاقة التأهل للمباراتين الثالثة والرابعة بحمص انتصار الوحدة بالمباراة الأولى كان بنتيجة 82.75 والكرام انتصر بالمباراة الثانية بنتيجة 89.74 أما هلأ من انتقل أخبارنا العالمية أكيد الخبر الأهم واللي داولته جميع الصحف العالمية خبر انتقال كليان انبابي أو عفوا خبر تجديد عقد كليان انبابي مع باريس سان جرمان باريس سان جرمان يعلن بشكل رسمي تجديد عقد نجمه الفرنسي كليان انبابي لمدة ثلاثة مواسم حتى عشرين خمسة وعشرين قاطع عن الطريق أمام فريق ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب وأيضا من ضرب باريس سان جرمان باريس سان جرمان يعلن في بيان رسمي رحيل نجمه الأرجنتيني أنخل دي ماريا عن الفريق بعد مسيرة رائعة وطويلة وملئة بالانتصارات والإنجازات أما بالدوري الإنجليزي كيفين دي بروين أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي للموسم الحالي وبالانتقال إلى إسبانيا جمهير ريال مدريد تودع الظاهير البرازيلي مارسيلو في آخر مباراة لعب الفريق الملكي أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني يذكر بأن المباراة الأخيرة لمارسيلو ستكون أمام ليفربول بنهاء دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم أما بآخر أخبارنا بعالم كرة السلة الأوروبية نادي أناضول أفاس التركي يتوج ببطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة للعام الثاني على التوالي بعد التفوق على ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة ما نو 50-57 لهو بتكون خاصة أخبارنا العالمية والمحلية أوشي كتير شكرا نزين على الجولة الواسعة اليوم بأخبار الرياضة لأنه ضل ببالي أول خبر ضلوا ببالي فرقنا تشرين وجبلة وحب أعرف منك ما المتوقع الحظوظ المقبلة لألومبي المباراة القادمة وين ممكن يوصلوا؟ تماما صباء أكيد فرق أي جبلة وتشرين بمنافسه بطولة كاس الاتحاد الآسوي ممثلين الأندية السورية بهذه البطولة تشرين للأسف تلقى خسارة صادمة أمام الرفاع البحريني بنغم أن الرفاع البحريني كان يعاني من نقص لاعبين انطرد لعب بالشوت الأول أيضا انطرد لعب للرفاع البحريني بالشوت الثاني ولكن تشرين خسر بهدفين دون رد الخسارة بنسبة كبيرة تضع تشرين خارج حسابات بطولة كاس الاتحاد الآسوي مثل ما معظمنا بيعرف بأن نظام البطولية نص على تأهل متصدر كل مجموعة وأفضل صاحب مركز الثاني بالمجموعات الثلاثة فينا نقول أنه بنسبة كتير كبيرة تشرين ودع البطولة ولكن ما زال على الورق وحسابيا في أمل يتأهل تشرين إلى الدور نصف النهائي من منطقة غرب آسيا أما من الانتقال إلى فريق جبلي طبعا فوز صعب جدا لفريق جبلي وبعد غياب سنوات طويلة لفريق جبلي عن المشاركات الخارجية قدر يحقق فوز على الأنصار اللبناني بهدف مقابل لا شيء سجلوا اللعب حسين جويد بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع باللحظات الأخيرة كانت فرصة حلوة فعلا سجلوا حسين جويد فرحة كانت هستيرية لجماهير جبلي بهذا الانتصار الغالي والثمين عزز في جبلي حضوظه وآماله بالتأهل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي أكيد نحن نتمنى كسوريين كل التوفيق للأنذية السورية بهذه البطولة الفوز لا يعني أنه فوز فقط لمعني معنيين في جماهير فريق جبلي بالعكس جميع الجماهير السورية معنيين بهذا الفوز لأنه هذا الفوز لحيرفع رصيد سوريا وحيتحسن ترتيب دورينا المحلي بالتصنيف الآسيوي أكيد إن شاء الله يا رب فرقنا تقدر تحقق أعلى مستوى ممكن ومثل ما قلت يعني مدائما أن الوصول للقمة هو الشيء الوحيد لبنط البولة نطلب دائما أن نشوف حضور لفرقنا دائما كل سنة عن سنة نشوف تقدم لأنه بعتقد أنه هذا هو الفوز الحقيقي أكيد أكيد كل التوفيق لفريقي جبلي وتشري للتوفيق ولا للفرق السورية وبالانتقال للجانب العالمي كيليان أمبابي كان في صفقة بتخصته شو كانت ردات الفعل بالنسبة لريال مدريد طبعا أكيد شغلنا الشاغل وشغل الصحافة العالمية هو خبر انتقال كيليان أمبابي إلى ريال مدريد بالفترة الأخيرة ولكن بالثواني الأخيرة باريس سان جرمان يعملوا مونتادة على ريال مدريد ويجدد لكيليان أمبابي لثلاث مواسم إضافية طبعا كيليان أمبابي منذكر بأنه أخذ لقب أفضل لاعب الدوري الفرنسي وهو من أهم المواهب الحالية بعالم كرة القدم في كتير من المعطيات أو بنظرتي الشخصية كيليان أمبابي جدد مع باريس سان جرمان يمكن لأنه ما في شي يعمل مع ريال مدريد ريال مدريد آخر ست سنوات حقق أربع ألقاب دوري أبطال أوروبا كريستيانو روناردو الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد طلع بسيناريو ما حدا تتوقعه يمكن سأف طموحات كيليان أمبابي أنه هو يكون الرجل الأول بباريس سان جرمان وهذا يمكن كان السبب الرئيسي بأنه يجدد عقده ومنذكر كمان بأنه بعض الصحف العالمية دولت قيمة العقد أو قيمة المكافأة المادية صيبة تخيلي 300 مليون دولار فقط مكافأة توقيع ناهيكي عن عقده السنوي يعني كان العرض سخي كتير جدا كان في تسريبات أخرى للصحف وصلت عن تجديده للعقد أو يعني هذا المتوفر للعقد تسريبات الصحف وصحف العالمية حكيت عن قيمة العقد بالإضافة لمثل ما ذكرنا 300 مليون وعقده السنوي تقريبا 100 مليون جنيه استرليني كتير مغري العرض الصراحة طبعا أكيد بالنهاية فريق ريال مدريد عنده خياراته للموسم القادم وإدارة ريال مدريد أكيد هلأ عم تبحث عن لاعبين جيدين لحتى يدعموا فريقهم الموسم القادم أكيد زين ودائما الرياضة هي أم المفاجآت وأشكرا كتير لإلك اليوم لكل هاي الأخبار وأيضا كل هاي التحليلات اللي فدتنا فيها